تطور هو الأسوأ في مسيرة المواجهة السلمية التي تخوضها عشائر محافظة المهرة ضد الانتشار العسكري السعودي في المحافظة منذ ديسمبر من العام المنصر تجمع أبناء العشائر هذه المرة هنا في غرب الأنفاق في مديرية حصوين للاعتراض على استحداث أمني جديد بدعم من القوات السعودية يراه أبناء المحافظة تضيق غير مبرر على تحركاتهم الاعتيادية اليومية لكن تحركا كهذا كانت نهايته دموية ومأساوية فبحسب عضو اللجنة الإعلامية في اعتصام المهرة علي بن محميد فإن مسلحين تابعين لمحافظة المهرة راجح باكوريت تجمعوا في غرب الأنفاق لمواجهة التحركات القبلية هناك ولم يمضي وقت طويل حتى باشر هؤلاء المسلحون بإطلاق النار على المحتجين السلميين ما أدى إلى سقوط قتلى وثلاثة جرحة على الأقل المحافظ باكوريت أقر في تغريدة له في تويتر بالحادثة لكنه اعتبر أن ذلك جاء في سياق رد النقطة الأمنية على هجوم تعرضت لهم مما نصفهم بالخارجين عن القانون من مهربية الأسلحة والمخدرات المدعومين من الإنقلابيين والدول الإقليمية لتسهيل عمليات التهريب من البحر وتم التعامل معهم بحزم متوعدا بالضرب بيد من حديد ودى كل من تسول له نفسه العبث بأبن واستقرار الوطن على حد قوله حجة يراها المراقبون غير منطقية ولا مستساغة خصوصا وأن الأهالي حرصون على أن تكون تحركاتهم سلمية بشكل كامل في كل الاحتجاجات التي يقومون بها ضد ما يرونه انتشارا عسكريا سعوديا غير مبرر بما لا يسمح بوقوع اشتباك مسلح أحد أطرافه هذه المجامع المسالمة من محتجي المهرة هذا التطور الدموي الخطير وقع بعد ساعة من صدور بيانا عن لجنة الاحتصام السلمي لأبناء محاوظة المهرة وصفت فيه الانتشار العسكري في منطقة غرب الأنفاق بأنه غير مبرر مطلقا ولا يعبر إلا عن خرق أمني فاضح بترتيب عالي المستوى مع القوات السعودية ويستهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة وإرهاب المجتمع المهري ويشكل في الآن نفسه منعطفا خطيرا يمس صميم السيادة الوطنية المواجهة بين أبناء محاوظة المهرة مع القوات السعودية والسلطة المحلية التي تساندها تأخذ منحا خطيرا في ظل ما يراه المراقبون تصاعدا في ردة الفعل العنيفة من جانب هذه القوات الاحتجاجات سلمية الطابع دافعها الأساس هو الحفاظ على ما تبقى من معنى للسيادة الوطنية لليمن في هذه المحافظة